تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات وربح رأس المال السوقي للبورصة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 59 من 100% ليغلق عند مستوى 11.596 نقطة بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1 من 100% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 20 من 100% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة وإلى اسواق العملات حيث تباينت أسعر العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و65 قرش سعر الشراء أما سعر البيع فسجل 15 جنيه و78 قرش أما اليورو فسجل 17 جنيه و89 قرش للشراء وسعر البيع 18 جنيه و4 قرش أما سعر الجنيه الاستريني فوصل إلى 21 جنيه وربع وللشراء 21 جنيه و43 قرش للبيع وبالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و26 قرش لسعر الشراء أما سعر البيع 4 جنيه و30 قرش عن الريال السعودي 4 جنيه و17 قرش للشراء أما سعر البيع ف4 جنيه و21 قرش وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1827 دولار للأوقية وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 684 جنيه أما عيار 21 فسجل 799 جنيه أما عن عيار 24 فسجل نحو 913 جنيه أما سعر الجنيه الدهب وصل ل 6392 جنيه وإلى إسواق البترول العالمية حيث استقرت أسعار النفطة عند مستوى 90 دولار للبرميل وسط توقعات بزيادة المعروض في الفترة المقبلة مما أبقى ضغوط على الأسعار وهبط سعر مزيق برينت بنسبة 4 من 10% ليصل إلى 90 دولار و42 سنت للبرميل ترجع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4 من 10% ليصل إلى 88 و93 من 100 دولار للبرميل ترجمة نانسي قنقر